السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة دروس الدعم والتقوية للابتدائي مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز درس في مكون الصرف والتحويل تحت عنوان اسم الزمان والمكان 2 الحصة الثانية الصفحة 118 من مرجع المنار في اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 في هذه الحصة سنتزرب ونطبق ما تعلمناه في الحصة الأولى نبدأ بالسؤال الأول أضع اسم الزمان واسم المكان مما يأتي في الخانة المناسبة له وأذكر وزنه إذن لدينا مجمع مرسم مصرح مهبط منتهن معرض إذن أول حاجة سنحدد هذه الأسماء واش أسماء الزمان أم أسماء المكان بعد ذلك سنعمل على تحديد الأوزان إذن بالنسبة لهذا السؤال نكتب ما يلي أو نقترح ما يلي إذن لدينا اسم الزمان واحدة لدينا هو منتهن منتهن وزنه مفتعل وزنه مفتعل بالنسبة لأسماء المكان لدينا مجمع على وزن مفعل مصرح على وزن مفعل مهبط على وزن مفعل مرسم على وزن مفعل معرض على وزن مفعل إذن هذه الأسماء المكان لدينا وهذه الأوزان هذا فيما يخص السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني الذي يقول أبين الأفعال التي اشتقت منها أسماء الزمان والمكان فيما يلي أو فيما يأتي إذن هنا أبين الأفعال أبين أشهد إسم الزمان ولا إسم مكان لدينا مزار من فعل زارة وهو اسم مكان لدينا مولد من فعل ولد وهو اسم زمان لدينا موعد من فعل وعد وهو اسم زمان ثم لدينا ملعب من فعل لعب وهو اسم مكان ونكتب ما يلي لنعدنا مزار زارة اسم مكان مولد ولد اسم الزمان موعد وعد اسم الزمان ملعب لعب اسم المكان هذا فيما يخص الإجابة عن الثمانين أو السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال المولي السؤال الثالث السؤال يقول أسوغ اسم الزمان أو اسم المكان مما يأتي التقى نزل استقر سقط إسم الزمان ملتقى نزل اسم المكان منزل استقر اسم المكان مستقر سقط سقط اسم المكان أيضا مسقط والإجابة كالتالي نسبة الإجابة للسؤال الثالث هي كالتالي إذا لدينا التقى ملتقى اسم الزمان نزل منزل اسم المكان سقط سقط أو استقر مستقر اسم مكان ثم لدينا سقط مسقط اسم مكان أيضا إذن لدينا ثلاثة الأسماء دي المكان واسم زمان واحد ملتقى نمر إلى السؤال المولي السؤال الرابع يقول أعين اسم الزمان واسم المكان في الجمل الآتية وأحدد فعله الجملة الألف شهد العالم في مطلع هذا القرن تطورات في مجال المعلومات والاتصالات إذن أولا سنحدد يعني اسم الزمان أو اسم المكان في هذه الجملة إذن في هذه الجملة لدينا مطلع مطلع إذن مطلع هو اسم الزمان في مطلع هذا القرن يعني في بداية هذا القرن من فعل طلع ثم لدينا الجملة الموليبة أصبح الحاسوب مدرسة للتعليم والتعلم إذن لدينا كلمة أو اسم مدرسة وهو اسم مكان ثم لدينا يستعمل الناس الهواتف الدكية في مشارق مشارق اسم مكان الأرض ومغاربها أيضا اسم مكان إذن بالنسبة للأفعال نكتب ما يلي إذن لدينا مطلع من فعل طلع مدرسة من فعل درسة مشارق من فعل شرق مغارب من فعل غرب ما يحدث أولاً يبدو ما يخص السؤال الرابع نمر الآن إلى السؤال الخامس السؤال المولي يقول أخذ من الأفعال الآتية دخل كتب رمى أسماء الزمان أو المكان ثم أضعها في المكان المناسب لها فيما يأتي إذن نأخذ الفعل الأول دخل نشوفه في الجملة الأولى ألف يحتاج المؤسسة إلى إصلاحات دخل مدخل يحتاج مدخل مدخل المؤسسة إلى إصلاحات جملة الموليبة مؤسستنا زاخرة بالكتب والمجلات إذن هنا هنا كتبة أي سنصغ بها اسم المكان مكتبة مكتبة مؤسستنا زاخرة بالكتب والمجلات الفعل آخر رمى ألقى اللاعب الكرة في مرمى الخصم في مرمى يعني مكان الذي تستقر فيه الكرة في مرمى الخصم إذن هذا فيما يخص السؤال الخامس دخل مدخل اسم مكان كتب مكتبة اسم مكان أيضا رمى مرمى اسم مكان أيضا نمر إلى تمرين المولي سادسا استعمل كل أسماء الزمان أو المكان الآتية في جمل مفيدة لدينا مغيب نسبة مغيب فهو اسم زمان اسم زمان موطني اسم مكان مزرعة اسم مكان أيضا مدخل اسم مكان أيضا إذن سندخل هذا الجمل عفوا هذه الكلمات في جمل مفيدة ونقترح ما يلي نمسك في شهر رمضان حتى مغيب الشمس نمسك أي نمتنع عن الأكل أي نصوم في شهر رمضان حتى مغيب الشمس الجملة الثانية أرض موطني غالية أرض موطني غالية يعني أرض بلادي غالية يملك جدي مزرعة تقول كلمة مزرعة كبيرة ثم الكلمة مدخل مدخل الحديقة مزين بالأظهار مدخل الحديقة مزين بالأظهار إذن هنا يعدنا اسم زمان حتى مغيب الشمس يعني الوقت اللي كتغيب فيه الشمس أي اسم زمان موطني يعني اسم مكان موطن بلاد مزرعة اسم مكان مدخل اسم مكان مدخل يعني الباب ديال الحديقة المدخل ديال الحديقة إذن هذا فيما يخص السؤال السادس نمر الآن إلى السؤال الأخير سابعا أركب جملتين تتضمن الأولى اسم زمان والتانية اسم مكان إذن نقترح ما يلي بالنسبة للجمل نكتبهم إذن نبدأ باسم الزمان نقول مثلا حدد 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 الأستاذ حدد الأستاذ إذن لدينا اسم الزمان موعدة موعدة الامتحان الامتحان نقطة ثم هذا بنسبة لإسم الزمان شو ده بنشوفه اسم المكان نقترح ما يلي التقى التقى الصديقان الصديقان في ملعب ملعب الحي في ملعب الحي الحي إذن هذا اسم المكان ملعب من فعل لاعب لأننا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة لكي ننجز تماري تركب المدونة على الصفحة 119 أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله ترجمة نصفحوة